موسيقى حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام انطلقت فعاليات الدورة الثالثة عشر لملتقى الشارقة للسرد صباح اليوم الذي تنظمه دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان الرواية العربية في المهجر يأتي هذا الملتقى بتوجيهات من سيدي صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان المحمد القاسمي وعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتجسير العلاقة بين المبدئين العرب في أوطانهم وأترابهم في المهجر وللاططلاع عن تجربتهم في ميدان السرد والاستفادة من انفتاحهم ومعايشتهم للثقافة الغربية عن الدورة الثالثة عشر لملتقى شارقة للسرد مشاهدين الكرام يصرنا ترحيب بالكاتب والرواية الكبير الأستاذ يوسف القعيد والأستاذة ودكتورة إزابيلا كاميرا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بك بداية أبدأ بحضرتك أستاذي حينما نقول الرواية في المهجر حتى نوصل لأستاذ المشاهدين الكرام الفكرة ونبسط لهم هذا المعنى حقيقة ما الذي تتميز به الرواية في المهجر عن الرواية في أوطاننا وفي أوكارنا أوليس العالم كله وطن واحد لا الرواية يعني ده اختيار جيد وزي ما قيل النهاردة في الافتتاح وانت قلت من شوية ده اختيار الدكتور سلطان القاسمي وبالنسبة لنا بنوع عليه الدكتور سلطان بعتباره مسقف وكاتب وزمننا وصديقنا يعني نعم فيعني ألقاب محفوظة بس هو بالنسبة لنا يعني بدون ألقاب نعم هو اللي اختار هذا الموضوع وموضوع مهم للغاية ليه لأن فيه هجرة عربية أنا ألقيت النهاردة كلمة المشاركين نعم فقلت فيها أن كل زمن لقاية وقاية الزمن ده الهجرة يعني العرب أرضهم تحولت شقاء العرب كلهم الوطن العربي كلهم أرضهم تحولت إلى طاردة لأبنائها بيهاجروا إلى أماكن كثيرة وفي هجرتهم وده مش جديد لأن في القرن 19 وفي القرن العشرين هاجر جبران خليل جبران وعمل ما يسمى بالشعر المهجري صحيح يعني الظاهرة مش بنت أيامنا ولا ضيقنا ولا التجربة الموجودة في الوطن العرب نعم دول بيعيشهم وبيكتبوا أدب باللغات الدول اللي هم عايشين فيها نعم بيكتبوا أدب بلغات الدول اللي هم عايشين فيها وده نوع من كتابة المنفى ما تبقى أنت مشقفة عربية نعم وتعود تكتبي فتستعيري لغة أخرى غير لغتك بيبقى نوع من المنفى ونوع من الهجرة أيضا لأن اللغة في الكتابة مش مجرد أداة لأدب مرتبطة ببنية العمل وتركيبة العمل وجو العمل نفسه نعم في أمريكا اللاتينية هذه الظاهرة أدت لشيء تاني أنه ابتدى في رواية أمريكا اللاتينية يظهر بطل عربي ولو شفنا رواية جارسيا مركيز الشهيرة في ساعة نحس لا في ساعة نحس بنلاقي بطلها لبناني مهاجر اسمه سليم نصار يعني عربي لبناني واسمه عربي أيضا سليم نصار نعم دارسين بتعادة بأمريكا اللاتينية قالوا أنه ده متكرر في أمريكا اللاتينية وحد حتى نبهني أن رواية مبدك تاعت هيرمن ملفل بطالها اسمه إيهاب وده معناه أنه عربي ومسلم مهاجر هناك في أواخر القرن الساعتاشر وأوائل القرن العشرين موضوع مهم جدا وموضوع بيقول هل المبدع لما يهاجر ويكتب بلغة أخرى بيختلف عن أنه لو عاش في بلده وكتب بلغته وفي وسط أهله وناسه هل هو بيغترب هل هو بينفصل هل هو بيحاول يتشبس ببقايا بلده من خلال لغة أخرى وواقع آخر يعني هي مسألة مهمة عايز أقولك أن الجيل الأولاني في القرن العشرين أمسميه جيل الحنين الحضاري كتب عن أهدي الأماكن بس كتب بالعرب يعني طاح سين كتب أديب باللغة العربية وكتب جزء من الأيام عن تجربته في فرنسا باللغة العربية توفيق الحكيم كتب عن جزء من تجربته في فرنسا عصفور من الشرق باللغة العربية يحيى حقي كتب أنديل المهاشم عن تجربة طبيب راح يتعلم في ألمانيا ورجع باللغة العربية التجربة المرة وكتب هما مستقرين عندنا يعني لم يهاجروا التجربة الآن مختلفة تماما أنه عندك أجيال هاجرت وفيه أجيال من الكتاب الشباب دلوقتي في الغرب مولودين في الغرب مولودين في الغرب يعني علاقتهم بأوطانهم العربية افتراضية أنه أبوه أمه هاجرم وأنجبوه هناك فبعضهم حتى لا يجيد اللغة العربية وكان السؤال المطروح النهاردة واللي اختلفنا فيه كثيرا هل الأدب ده يعتبر أدب عربي نترك هذا السؤال مفتوح ونأتي إلى حضرتك بعد قليل نجيب عليه أريد أن أطرح السؤال طبعا يريد ويريتك بدأت بيها لأن هي ضفتنا أنا وانت هي ضفتنا لا بالعكس صاحبة الدار أهلا وسهلا بها هناك جلسة سارة إزابيل بعنوان الرواية العربية مدخل للحوار هي عنوان الجلسة التي سوف تقدمنا حسنا عن هذه الجلسة وعن هذا العنوان تحديدا نعم نعم طولة مستديرة هنا هذا الموضوع الموضوع كثير مهم حتى الآن لا يزال أن يستيق احتمامنا لأن نحن نكون لنا رواية مدخل للحوار ولكن لازم نتسأل عن أي حوار لأن نحن مثلا في أوروبا من شن الحوار نحتاج الترجمة لأن إذا ما في الترجمة ما في هوار والمشكلة المهمة والقضية المهمة هي كمان الترجمة ونحن كمترجمين أوروبيين ومستحاربين عندنا وسيفة مهمة جدا لأن لازم أن ننتقل الثقافة الأربية من بلدنا الأربية إلى بلادنا ولكن ليس سهل وأنا متعكدة أن خلال الرواية خلال العدب الأرابي المعاصر نحن نستطيع نفهم أكثر وأكثر مجتمع الأربية ولكن هل لديكم أيضا أذب المهجر؟ طبعا حتى إذا في إيطاليا المهجر شيء جديد ليس عندنا المهجر تكليدي مثل في فرنسا أو في إنجلترا مثلا ولكن المهجر الآن طبعا موجودة في محجرين وفي مسقفين المحجرين المحجرين ليس فقط ناس أو مال ولكن في مسقفين وهم يكتبون في محجرين يكتبون بالورة الإيطالية مثلا وحتى أبناء المحجرين الجيل الثاني من المهجرين الذين يكتبون بالورة الإيطالية ولا يرفون اللورة الأربية وهم طلابنا في جميعنا والغريب لأن أنا ودرس لهذا ابناء الحجر نحن نعرض على سادة مشاهدين طبعا اتتاح المؤتمر اليوم وأريد أن أتسأل هل أدب المهجر العربي يختلف عن أدب المهجر؟ هل هناك الأوروبي؟ هل هناك توافق أو عدم توافق بين اللغة وبين الفكر وبين التشبث مثل ما حدث تفضل قبل قليل بالأسرة لكن بعد هذا التقرير مشاهدينا نتابع التقرير الخاص بالافتتاح اليوم لهذا المؤتمر انطلاقا من اهتمام دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة بالإبداع المحلي والعربي عامة يواصل ملتقى الشارقة للسرد العربي طرح ومناقشة العديد من القضايا والأسئلة الكثيرة والمتجددة حول الإبداع والأدب ومبدعه وضمن هذا الإطار احتضن قصر ثقافة الشارقة صباح اليوم فعاليات ملتقى الشارقة للسرد بنسخته الثالثة عشر في الفترة من الثامن عشر وحتى العشرين من سبتمبر الجاري والذي افتتحه سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة ضمن خطة أنشطة الدائرة لعام الفين وستة عشر وتحت عنوان الرواية العربية في المهجر وذلك بمشاركة كوكبة من المبدعين والنقاد العرب بهدف تسليط الضوء على الرواية العربية في المهجر وعوامل التأثير والتأثر بين الأدب والبيئة الحاضنة طبعا بتوجيهات صاحب السمو وحاكم الشارقة شيخ الدكتور سلطان بمحمد القاسمي تم اختيار عنوان لملتقى الشارقة للسرد وهو الرواية العربية في المهجر والاهتمام بالكتاب المهاجرين إلى الدول الأجنبية والاستمرار مع الكتاب العرب والالتقاء بهم وتم طبعا الملتقى في دورته الثلاثة عشر وهو مهتم بالسرد والرواية موضوع الملتقى مهم جدا لأنه يطرح قضية الرواية العربية في المهجر وقد صارت واقعا حقيقيا موضوع ورقتي حاول أن يفكر في علاقة الرواية بالغربة ويعدد أوجهها وقد طرحت أولى جلسات الملتقى في يومه الأول الرواية العربية في المهجر بين المركزية والتهميش لورقة الدكتور سعيد يقطين وبتعقيب من الدكتورة اعتدال عثمان بينما تناولت الجلسة الثانية محور التحولات الفنية والآخر في رواية المهجر وقد تناول المحور بالبحث والنقاش كل من فهد الهندال والدكتور ريم الفواز والدكتور رشيد بشعير والدكتور سمر روحي الفيصل حاولت أن أركز في مدخلتي على عدة نقاط منها التفاعل الثقافي الذي يحدث ما بين الروائي المهاجر والبيئة الجديدة التي يعيش فيها ما أسماه الدكتور سعيد يقطين بالفضاء الثالث هذا من ناحية ماذا هذا التفاعل وفعالياته وكيف أدى إلى تطوير العمل للروائي ملتقى الشارقة للسرد بنسخته الثالثة عشر من شارقة الثقافة والفنون يؤكد استمرارية مواكبة العطاء الإبداعي للمبدعين العرب وفتح آفاق المعرفة المختلفة خدمة للباحث والمتلقي والدارس متواصلين وحضراتكم مشاهدينا كرام ونحن حقيقة خلال الفاصل كنت أتجاذب أطراف الحديث مع ضيفينا فقط أريد أن أنوه بأن ضيفتنا الكاتبة والروائية إيزابيلا كاميرا هي من روما ومن إيطاليا هي كاتبة وروائية وناقدة وأيضا ساهمت دكتور فينا في نشر العديد أو ترجمة أنا مترجمة نعم فضلي يريد أن نوضح سادة مشاهدين من حضرتك تحديدا في عالم الرواية أنا لست رواية ولكن أنا مترجمة وأدرس في جامعة الرونة وأدرس العدب العربي المعاصر نعم وأنا ترجمت روايات عديدة وفي المادي أشرفت على سلسلة عدبية إذنها كتاب عرب مواسرون وفي هذه السلسلة نشرنا تعريبا خمسين روايات بعد أن المشروع انتهى انتهى من تعصر بلاش انتهى يعني يريد بس لان انتهى لأن ما كان احتمام من مؤسسة إيطاليا ولا من غير إيطاليا وعندما مات صاحب درناشر انتهى هذا مشروع مهم لأن ترجمنا كتاب مهم جدا مثل عبد الرحمن منيف بحى الطاهر غمالغيتاني كان مشروع نترجم كمان يصف الكايد بعدين انتهى السلسلة وتعصرت ترجمنا هدى بركات على مستغان ميغاد السمان يعني من جيلين يعني من جيل كديم والجيل المؤسر كمان تصنى الله إبراهيم مثلا ماشا الله من الفتكال يعني من الراك هتا من المغرب يعني حوالنا ان اوتي صورة للعدب العربي للتليين نعم ويعني هذا كان ووصل وصلت الصورة نعم وصل وصل الصورة نعم طيب نعود الى الملتقى أستاذ يوسف حظتك شاركت بالجلسة الأولى اليوم أنا تكلمت باسم اللي هي الرواية العربية في المهجبة المركزية والتهميش لا أنا مشاركتش في الجلسة نعم أنا الجلسة الافتتاحية اتكلمت كلمة الضيوف يعني اتكلمت باسم الضيوف العرب وأنا ما اعتبرش نفسي في الشارق أضيف طبعا العكس أنا قلت النهاردة حتى قلت يا ريت يغيروا اسمها يبقى اسمها إمارة الرهان الثقافي لأن هي تتميز على كل بقعة في الوطن العربي كله بفكرة الرهان على الثقافة نعم واعتبار الثقافة حجر الزاوية في أي نهضة حقيقية ممكن تقوم هنا نعم فألقيت كلمة الضيوف وغدا فيه مائدة مشتديرة اللي هي مداخل للحوار أو مدخل للحوار حولين الرواية العربية سأتكلم فيها عن الرواية المصرية الرهنة يعني وحتى كلمتي وما صحش أن أنا حرق الكلام لأن ده حيتقال بكرة تحت عنوان الإزدهار البائس أنه فيه إزدهار لكنه إزدهار كمي لكنه لا يصحب إزدهار كيفي ولا تأثير في المجتمع ولا الدور اللي لعبته الرواية في ستينيات القرن الماضي في مصر وفي الوطن العربي يعني فيه صخب لماذا بأيك؟ يعني عارفة نمر واحد المجتمع الحاضن اللي كان موجود في ستينيات في مصر وفي الوطن العربي كله لم يعد موجودا مجتمع الحاضن بمعنى المجتمع اللي بيحتضن مبدعيه ويديهم الفرصة يبدعه ويوفرهم كل سبل الراحة علشان يبدعه ده لم يعد قائما الأمر الثاني أنه فيه إبداع لكن ما فيش نقد فيش حركة نقدية تواكب الحركة الإبداعية وأنا زمان قوي أول ما طلعنا أجيل الستينيات دكتور لويس عوض الله الرحام وقال لي تعبير قال لي أنتو عال علينا مفروض جيلكم يبقى فيه نقاده يأتي بنقاده يعني من داخله يظهر نقاده وإحنا ملناش علاقة بيكم إحنا أشباح الماضي بنكتب عن كتاب الماضي الوطن الحسين والعقاد ونجيب إنما أنتو مفروض الحركة الروائية الجديدة ما فيهاش نقاط طلعين من داخل المبدعين وسبب الحكاية دي إن الإبداع مسألة فردية يعني الإنسان يقفل على نفسه ويكتب يبدع لكن النقد مرتبط بقبول فكرة النقد في المجتمع كله يعني إزاي تقبل وإحنا عندنا بصراحة في المجتمع العربي كله من أقصى لأقصى فكرة النقد رغم كل رغم كل ما نقوله عن قبولنا لها وترحبنا بيها وسعادتنا بما تطرحه علينا إلا أننا نضيق زرعا هو النقد في البلاغة العربية القديمة ذكر المحاسن والعيوب ذكر المحاسن ماشي بيبقى فيه ترحيب وسعادة أما عندما نصل إلى العيوب تبدأ المشاكل ويبدأ رفض فكرة النقد والمجتمع كله مش في الثقافة بس مجتمع العربي كله يضيق زرعا بفكرة ذكر العيوب يعني كلنا نريد أن نسمع إطراءا فما فيش حركة نقدية الرواية كمان الآن يتيمة في السينما في الستينيات كان على الأقل بيتعمل كل سنة 100 فيلم منهم 60 معمولين على الروايات صحيح وبيعرفوا الناس بالروايات ويدفعوهم لقراءة الروايات هذا غير موجود الآن على الإطلاق كان بيتعمل مسلسلات تلفزيونية كان بيتعمل مسلسلات إزاعية كان بيتعمل عروض مصرحية فيش أي كلام من ده قد يكون هناك شح أستاذ لا ما فيش شح فيه انفجار ده فيه كمية روايات تقريبا بتصدر بشكل يومي وجيدة وصالحة إنما المشكلة إنه المجتمع المصري اللي كان مفاوض الدولة المصرية تنتج سينما لم تعد الدولة تنتج سينما تركت ده للقطاع الخاص القطاع الخاص عينه على شباك التزاكر لا يعنيه غير العائد المادي فقط أما العائد الثقافي المردود الثقافي لا يعنيهم ولا يتوقفوا أمامه لا طويلا ولا قليلا فهو ده اللي عامل إزدهار لا يؤدي إلى نتائج الإزدهار العادية طيب عادة أسادة إزابيلا يعني أنا أريد أن أصبر أغوار فكرك حقيقة عادة ما يرتبط مصطلح المهجر بالاستعمار بالغربة بالشعور بالحرمان بالحرمان الاجتماعي طبعا والشعور بالأمن والأمان وإلى آخره حينما يعني نضع هذا المصطلح إلى جانب الرواية نقول رواية المهجر هل مصطلح المهجر هنا يتركز في هذا المفهوم أم في مفهوم آخر موجهة نظرك أنت حضرتك يعني المفهوم ليس دايما واضح يعني الرسالة من يعني في كل العدب في رسالة في كل الروايات في رسالة نعم ولكن أنا أعتقد أن هذه الرسالة لا تواصل دايما إلى الكاري في الطريقة كويسة يعني في بعض المشاكل مشاكل لغوي مشاكل حتى اختيار مثلا الرواية لماذا دار النشر تختار هذه الرواية ولا تختار الرواية الثانية ممكن في اختيار ثكافي واختيار سياسي وممكن تجاري حتى تجاري لأن نحن نعرف مثلا إلى أن في إيطاليا في الغرب دور النشر بيحتم كتير على كل الكتب التي تواصل على جائسة جائسة بكر مثلا وهم يريدون أن تنشر الكتب التي مثلا في قائمة قصيرة أو في كاملة طويلة وإذا في رواية كويسة غير مذكورة في هذه القائمة ممكن لا يوجد إمكانية ليعرف هذه الرواية ليعرف هذا الكاتب هذا المشكلة نعم أنا سوف أتواصل وحضراتكم لكن بعد أتواقف مع هذا الفاصل وبعد الفاصل إذا أطرح لحضرتك سؤال أو ليس المصطلح أيضا هذا يسوقفني المهجر ممكن أن يتواجد أيضا في الأوطان يعني الإحساس بالغربة وبالهجة ألا يشعره الكاتب أيضا في وطني بعد الفاصل ناقش هذا الجزئية وممكن أبي الفاصل يريد بس عندي فاصل بعد الفاصل مشاهدينا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام ولازمنا متواصلين طبعا وفقرة الملتقة الشارقة للسرد في دورته الثالثة عشر ومع ضيفين الكريمين هنا في الستيديو حضرتك أستاذي سألتك قبل قليل قبل ما نطلع للفاصل بأنه أولا يشعر الروائي والكاتب بالهجرة وبالغربة وهو في وطنه إذا كانت رواية المهجر تعكس مشاكل المغترب الأديب المغترب أوليس هناك أدباء مغتربين وهم في وطنهم أنا بعتبر أدب السجون والمعتقلات في الوطن العربي أدب مهكر ليه؟ لأنه المسجون وجد نفسه في وضع لم يسعى إليه ولا يتمنى البقاء فيه فمغترب ومغترب داخل السجن في داخل وطنه نفسه وما يكتبه عن هذه التجربة شديدة الخصوصية في حياة الناس أنا بعتبره أدب مهجر وأدب المهجر مش حديث بالعكس الجاحز له كتاب مهم جدا اسمه أدب الغرباء وده في العصور الوسطى نعم في العصور الوسطى أنا أيضا بعتبر أنه ما كتب على الحوائط أو الحيطان في 25 يناير و36 مهجر يعني أنت عارفة الكتابة لها مكان طبيعي اللي هو الكرسات والورق والصبوء يعني إنما رسومات اللي سموها جرفيتي اللي ملأت شوارع القاهرة وشوارع اسكندرية أنا بعتبرها برضو نوع من الهجرة في الكتابة المهجر ما هواش في المكان فقط إن أنا أسيب مصر واروح أوروبا المهجر ممكن يبقى في الزمان إن أنا بعتبر أنا أيضا كتابة الرواية التاريخية عندما أرحل إلى زمن تاريخي بعيد جدا واستحضره من أجل أن أقول من خلاله أشياء ربما لا أستطيع أن أقولها إذا كنت مدتي من الحاضر ده نوع برضو من الإغتراب والهجرة المعادش إذا سمحت لي أستوقفك وكأن حاضرتك صورت لي إذا أنا فهمت ما تفضلت به بشكل صحيح بأن رواية المهجر أو أدب المهجر هي بالضرورة يعني صورة مأساوية أو صورة معاناة أو صورة مشاكل للأديب التي عاناها في المهجر طبعا أهو ليس هناك صورة وردية لأدب المهجر لا لا هقولك ليه لأنه المصري وأنا مش عايز أبقى شوفيني نعم أود أتكلم عن مصر طول الوقت العربي دايما شديد الارتباط بأرضه صحيح شديد الارتباط بأرضه وفكرة الهجرة فكرة الهجرة مؤلمة بالنسباله فعندما يجد نفسه فيه كفاح في أرض جديدة ليست أرضه وبلد جديدة ليست بلده ولغة جديدة ليست اللغة التي نشأ بيها وتربى عليها وتعلم كل مفرداتها فهو يعيش حالة مش اختيار إرغام حالة مش اختيار ضرورة إنه لابد أن يفعل هذا فده بيخليه إنما تشيل عنصر الاختيار من سلوك الإنسان بيبقى مرغم يعني أنت ممكن تختار بمعنى أني بقى قدامك تعملي كذا أو كذا تروحي في المكان فلاني أو العلاني تنامي أو تقري تروحي السينما أو مصرح كل دي اختيارات عندما يفقد الإنسان هذه الاختيارات عندما يفقد يفقد ولكن هناك الكثير من هو اختار أن يعيش المهجر ويغترب عن أوطانه ودياره بإرادته وحبا في المهجر لا ليس لديه بديل آخر يعني خدي نهاردة تكلمت أنا عن فكرة الشباب بتوع شمال إفريقيا مصر ليبيا تونس الجزائي المغرب اللي هم بيركبوا البحر علشان يروحوا جنوب أوروبا جنوب أوروبا اللي بيعمل هذه الرحلة ليس لديه اختيار آخر ليه لأنك بتشوف المركب مثلا ممكن يسع عشرة تليه ركب ومية وده اللي بيخليه يغرق ده واحد بيشتري موته مش بيشتري حياة جديدة نعم وليس لديه أي اختيار آخر ولو عنده أي اختيار آخر يعود في بلده ويجد فرصة عمل كريمة ويجد حياة عائلية كريمة أنا رأيي ما كانش أبدا سافر نعم اللي بيسافر مضطر يعني يعني ايه مضطر تماما ومكلسوم عنده تعبير أنا يعني يعني في غنوة الأهات نعم بتقول حطيت على القلب ايدي وانا بودع وحيدي يعني نعم شوفي يعني ايه شوفي انخلاع القلب نعم وهي بتودع مسافر نعم وحدها اللي مسافر وده كان في زمن مستقر واحسن بكتير ولا يوجد فيه يعني اجبار آه على هذا الاختيار آه كمان احنا كمان الأجيال الجديدة بنجرم في حقها نعم بنعلمها دون أن تنتظرها فرص عمل نعم يعني بمعنى هي ادخل حتى البنت بتتعلم عشان لما تتجوز تبقى عروسة معاها بيطلع من الجامعة صحيح الشاب طب دي حتلاقي حد يتجوزها وتعيش في كنفه الشاب بقى اللي بيتعلم يصل الليل بالنهار يستنزب فلوسة أهله ثم يخرج فيجلس على المقه نعم لا يجد أي عمل ده بيهاجر مضطرا مش بقرار داخلي من عمل مضحة الرؤية نعم استاذة إزابيلا حدثت دكتورة إزابيلا ليس كذلك دكتورة ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله الهوية الهوية إلى أي مدى برأيك تطمس الهوية الخاصة بالأديب والروائة المتخصص برواية المهجر حينما يكون في المهجر ألم أحضرتك ناقدة ألم تلاحظ مثلا أن هناك هوية لغوية مثلا أو هوية سردية طمصت أو تغيرت لأدباء معينين أدباء معجر متخصصين في هذا النوع من هذا اللوم الأدب طبعا الحوية شيء مهم جدا بالنسبة للمهجرين ولكن أنا أعتقد أن المهجرين الذين مثلا كان يتكلم يوسف الكيد المهجرين إلان الذين يهجروا في زماننا ليس عندهم وقت وإرادة أن يكتبوا إلان هم سيكتبون بعد 20 سنة ممكن الآن نستطيع أن نتكلم عن عدب المهجر للمهجرين من جيل الماد أو من المهجرين الذين حجروا من 10 أو 20 سنة وبنسبة بالنسبة للحوية طبعا الحوية مهمة جدا لأن هم يحتاج لهذا لأنهم ليس مثلا الذين وصلوا إلى بلادنا أو إلى أوروبا لا يشر أنهم فرنسيين أو إيطاليين ولا لازم يبكى عرب لأن الجنسية أو الهوية العربية هذا مهم حتى من شأن الثقافة لأن عندهم ثقافة مهمة لازم يشاهد للآخرين عندهم رجال ثقافة عندهم ناس عندهم ثقافة مهمة وليس الناس بدون ثقافة هذا مهم أنا عايزة أضيف حاجة في سؤالك دكتور زابين محمد ديب كاتب جزائري من الجيل الأول كتب بالفرنسية لم يكتب بالعربية هو ترجم بعد كده إلى اللغة العربية وعنده سلاسية اسمها الدار الكبيرة فكتب مقدمة لها عندما صدرت بالفرنسية في باريس عاصمة الدولة اللي كانت محتلة يعني اللي كانت تحتل الجزائر فقال تعبير شديد الأهمية قال هذه كتابة منفى محمد ديب ما هجرش فضل قاعد في الجزائر لكنه كان بيكتب بالفرنسية ومش بالعربية وبينشر في باريس ونحن قرأناه بعد أن ترجم إلى اللغة العربية تانية بضاعاتكم ردت إليكم لكن أتوقف طويلا عند كلمة المنفى أنه بيعتبر أنت عارف المنفى بقى اللي هو أسوأ من الهجرة يعني أن يقتلع إنسان من جزوره ويفرض عليه أن يذهب إلى مكان لا يريد يذهب إليه ويعيش فيه غزب عنه فمحمد ديب وضع إيده على المحنة لما قال هذه كتابة المنفى أنا بكتب بلغة ليست لغتي بواقع ليس واقعي وأنا بعمل عملية قيسرية قد لا تؤدي إلى شيء نفس الفكرة قالها إدوار سعيد في مذكراته خارج المكان خارج المكان شوفوا حتى التعبير اللي هو يعني إدوار سعيد من أهم الباحثين في القرن العشرين في الأدب وفي الدراسات وكده لكنه فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية فبيعتبر نفسه مقتلع من فلسطينه اللي هو المكان بتاعه واضطر أن يعيش خارج هذا المكان نعم فأنا بعتبر أنه من يجبر عليه المهجر من يجبر عليه المهجر ما بيبقى السعيد وأنا محببش تتكلم على نفسي في مثل هذه اللقاءات لكن أنا عندي أنا عندي رواية مبكرة جدا نعم اسمها أيام الجفاف أين كنت في أي أرض في أي مهجر أيام الجفاف بطلها ينتمي إلى مدينة المنصورة وعندما عمل عمل في البحيرة جنب بعض ولكن مع ذلك بيعتبر مهجر يؤدي إلى أصابته بالجنون ده كان في الستينيات الأيام المستقرة جدا لمجرد أنه ترك المنصورة وذهب إلى البحيرة ليعمل يصاب بالجنون يعني وده كان أخذ علي أن ده نوع من المبلغة لكن ليست مبلغة لأنه اقتلع من جزوره واضطر عشان يعمل أن يروح البحيرة فما بالك بقى باللي بيسيب بلده الآن ويذهب إلى آخر أنا عندي ابن ابني الكبير يعمل في كندا ويعيش في كندا خذت بالك لا هو مستريح ولا أنا مستريح ولا الأسرة ولا هو حاسس أن دي أرضه وأن دي بلده وأن دي حياته شيء طبيعي دائما إنسان العربي مثل ما حدتك تفضلت ملتسق بجذوره وبوطنه لكن أنا أريد سؤال سريع في الدقيقة الأخيرة له علاقة للأسف الشديد كان بيودي نستمر أكثر وأكثر له علاقة بالإبداع هكذا نوع من الإنتاج الفكري إذا قارننا مقارنة سريعة أيهما أكثر إبداعا أديب المهجر أم الأديب اللي في وطنه مرتاح العدب العدب بدون بدون حدود بدون جنسية إذا عدب كويس عدب فني لا يحتاج من جنسية لا يحتاج إلى وطن إلى مكان لا ولكن أريد أن أفكر مثلا لأن أدب المنفى وآدب الغربة مثلا أفكر من كاتب كبير أمي الحبيبي كان هو يشرب الغربة حتى إذا هو يبكى بكى في بلاده ويعني الأدب ممكن غير غربة وغير المنفى هل هناك على عجالة أردب بس على ذكر إمي الحبيبي نعم عندما مات عندما مات باكين إلى هيف فطلب أن يبنى له قبر نعم وكتب عليه باقين في هيفا باقين في هيفا باقين في هيفا بس يعني هم التلت كلمات دول وكأنه دفاع عن هويته يعني عايز أقول للناس أنا لم أهاجر وما سافر واعتبرها قيمة أساسية وما زالت مكتوبة على ضريحه حتى الآن وعمل ضريح نعم رغم أنه مسيحي عربي وما لهمش أضرحة زي المسلمين نعم وعمل ضريح أضرحة المسلمين تماما لكي نكتب عليه باقين في حيث يجبال الحديث ليومل طبعا ونحن وصلنا لختام الحلقة شكرا جزيلا لحضراتكم طبعا لوجودكم معنا نتمنى لكم شراطيب الإقامة في مارت الشارقة والاسم التاع بالمكان أكثر وأكثر شكرا إذن الريوائي الأستاذ يوسف القعيد ودكتورة الناقدة طبعا دكتورة يزابيلا كاميرا شكرا جزيلا لكم شكرا مشاهدين كرام وصلنا للختام في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لحضراتكم ليلة سعيدة وأمنة بإذن الله على أمل لقوا حضراتكم وحلقة جديدة من نمج أناسي لذلك الحين أستدعكم في مدى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة